بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تحيةنا وسلاما تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصن إليكم واحترام السادة لفتارات لعل هذا ليس وقت المقدمات ولا طويل المعلقات ولكن إنما الوقت غالي والنت غالي برضو كويس أولا نترحم على جميع الشهداء الذين سقطوا من المواطنين من الجيش من الدعم السريع من كل الناس أي زون في هذه المعركة يعني استشهد نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة نسأل الله سبحانه وتعالى له القبول وإنه يلهم أهل وذويه الصبر وإنه ربنا أنه يا أخوانا طبعا حجينك تايب يعني الاستخبارات في التعليقات طبعا حتى يمن هناك زعلان أجدا طبعا لأنه يزول داير إنه تقول مثلا الكلام اللي هو أعايزه كويس أنا ما ده ما ما يطلبه المستمع لا في حاجات الواحد ما يرفع الحداد عن والده إلقى القتلى قدامه إلقى الناس بيتموت في بري إلقى الناس بيتموت في كل مكان جبل أولية الليلة يلقى الناس يعني خيرة الشباب بموتوا يعني حاجة مؤلمة من الجيش من الدعم السريع من الشرطة من الأمن من المواطنين قبل كل يعني نحن حاجة يعني بقت خطرة جدا كويس المهم الآن أنا دار أتكلم بإيجاز يا أخواننا بصراحة أنا دار أقول لكم الإعلام مضلل والإعلام ما قاعد يدي الناس الحقائق الإعلام قاعد يخدع الناس وقاعد يغش الناس وما بيدي مي حقيقة من الحقائق الحاصلة كويس الإعلام ده الآن مدور بجيهة محددة يعني طريقة معينة الجيهة دي يعني قادرة على إنه تقوم تخدع الناس لكن الناس اللي بيمشوا في الشارع والبيمشوا بالمواصلات والبيمشوا بكرعينهم بيشوفوا الحاصل شنو في الشارع لكن إنت قاعد في كندا في أمريكا في إيطاليا في فرنسا في إغندا في إن شاء الله أسيوبيا إن شاء الله إيرتيا إن شاء الله مصر إن شاء الله أي دولة كانت إنت ما بتكون عندك المعلومة زي الزول في الأرض خلاص في كل القرارات وكل الدول حقيقة الأمر يا أخواننا الصراع ده أشعلوها الإسلامين يا جماعة شيء نعم أبينا أنا الآن ذاتي بديت أشك إنه هم البدوا الحكاية دي حتى غصبا عن البرهان ربما كويس هم البدوا الصراع ده هم البدوا تأجيج الفتنة دي هم البدوا الليلة عشان يقوموا يبيحوا دم الناس جابوا ليك التكفيري الإسمه عبد الحي يوزي يتحدث يجي تقول لي يا زل عبد الحي عالم كبير آي ما عليش بالنسبة لك لكن أنا بالنسبة لي كويس ما عليش ما عليش مش هدرا كتابه للسداد السياسي بتعرفو خلاص تعرف طريقة تكفير الزولة للناس وبيحكم بما بالآية بتاعته من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون العلماء بقولوا الكفر دون الكفر هو بكفر الناس هنا والغريب هو كله قاعد مع البشيرة ما قاعد نفهم ده شنو دني فاقشنو جابوا الليلة بيستحيل لك في دماء الناس ده كله ده كله ده كله عشان يمرقوا الإرهابين في السودان خلاص اتخيلوا معي كويس العبدالحي يوسف زول إسلامي زول حياته كلها مع عمر البشير خلاص نجي لنقاط تانية الناس في أندرمان استيغزت فزعة على أصوات القنابل الرصاص الدوشكات المضادات الهناية اللي هو في جبل أولياء وحقيقة نستشاهد عدد كبير من أبناء الدعم السريع ومن أبناء الجيش ومن أبناء ومن المواطنين ماتوا ناس كتار للأمانة الله أعلم يعني ما الناس ما إنها معلومة لكن حقيقة في مشاكل كتير جدا حاصلة كويس في تلويش للإعلام طيب الإعلام لما نقول الحقيقة مباشرة بيتم تصنيفه يعني مثلا في زول دائرة تقول الجيش منتصر لو ما قلت الجيش منتصر معناها خلاص يتتابع للدعم السريع في زول دائرة تقول الدعم السريع منتصر ما قلت معناه يتتابع للجيش وهكذا كويس طيب الجيش صديق بكل صراحة وبكل وضوح الانتشار في الأرض إلى الدعم السريع الانتصارات اللي قاعد تحصل والمخازن اللي قاعدين فيه والغسر اللي قاعدين فيه الدعم السريع الجيش محتمي بالقيادة العامة نتكلم بوضوح تام الجيش محتمي خلف السور بتاع القيادة العامة اللي بيموت قاعد في نوجوه خلاص ونحن نتمنى من الله العزيز القدير إنه الحرب دي تجيف الآن قبل بعدين إنه هذه الحرب تجيف الآن قبل بعدين الليلة قبل بكرة نسأل الله العلي القدير كويس إنه يوقف الحرب دي الآن الفائز فيها خسران الرابع فيها مهزوم أسمعوا الكلام ده كويس حماتيو برهان أي يزول فيكم يسمعوا الكلام ده كويس ومن هنا أنا بوجه الرسالة لمحمد حمدان دقله بقول له الرسالة بتاعتي لك إنه أوقف الحرب أنا مواطن سوداني متضرر من الحرب أوقف الحرب فورا كويس واستمع إلى صوت العقل وصوت الشارع هل بيقول لك أوقف الحرب والأصوات العالمية والرسالة بتاعتي ليه للبرهان القائد العام للقوات المسلحة إنه أوقف ضرب الطائرات للمدنيين الطيارات بجاعدك دي قاعد تكتل المدنيين سواء كان دي الإسلاميين قصدين عشان يورطوك وحيهجموني هجوم تقيل بعد الله يفضل بالمناسبة كويس ربما فيه قصد إنه الطيارات دي تضرب المواطنين لكن عبر ناسك انت يا برهان اليوم بيوصل لك تقارير كويس كاذبة في غالبيتك نحن قاعدين في الخرطوم ما الكلام ده كذب القاعد يحصل ده ده كلام كذب خلاص الحكاية دي التوقع الإسلامين قالوا ثلاثة ساعات نحن منحسم الدعم السريع ما قدروا يحسموا لغاية اللحظة دي ولا حيقدروا القصة دي صعبة بالمناسبة عشان الحكاية ما تكون هزار نكون واقعين ناس واضحين كويس في ناس عندهم مثلا رؤية انه لا الدعم السريع ده الآن هو مهزوم خلاص مهزوم في ناس عندهم الدعم السريع هو منتصر يا زون نحن نتكلم في الشارع شايفين منه في الشارع طيب نحن دائرين دي الاتنين يوقفوا لغات السلاح الآن ويحصل صلح يا أخي أوقفوا الحرب أوقفوا الحرب أوقفوا الحرب أنا واحد من الناس كنت بحذر زمان في اللايفات وكنت بقول لكم أرى تحت الرمادي وميضة جمر ويوشك أن يكون له درام فإن النار بالعودين تزكو وإن الحرب مبدأها الكلام فإن لم تطفئوها تجني حربا مشمرة يشيب لها الغلام كويس فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أمنيام كويس لغاية ما حصل الآن الناس عمل معنا مشاركات يا جماعة يا ريتر رسالتنا دي توصل كويس حميتيه بروهان يقعدوا في طاولة بتاعتهم الفاوضات ما في زول يقدم الأنفة على الوطن ما في زول يقول لا أنا ناسي ضغطني لا الاثنين أقعدوا في طاولة مفاوضات أنه الحرب دي أعلن للناس فرحوا الشعب السوداني ده أعلنوا وقفي طلاق النار الآن كويس ريحوا الناس الناس ماتت الجسس متكدسة في الشوارع خلاص أو بأو أمراض غير فقدهم أصلا في أسر للليلة ما عارف أبناء أين يا أخي أوقفوا أوقفوا الحرب أوقفوا الحرب يا بروهان طيرانك القاعد يكتل في المدنيين بيقصف مستشفى في ضيل وبيقصف المستشفيات وبيقصف مراكز الكهرباء وبيقصف الليلة مستشفى جبرة مش مستشفى إبراهيم مالك كويس وبيضرب مستشفى الخرطوم يا أخي اتقل الله يا أخي ده ما جيش جابه عشان يكتل الشعب يا أخي نحن ما لنا يا أخوان أنتوا جيش ندمين قمنا لو أنشأ الدعم السريع تلقى عشان يكتل أبناء الوطن لو أنشأ الجيش ذات في نفسه بيكتل في أبناء الوطن من 55 لغاية اللحظة دي نحن ما لنا يا أخوان حرب الجنوب البيموتو دي السودانيين حرب دارفور البيموتو سودانيين كويس حرب الدنيا الأزرق البيموتو سودانيين حرب الجنوب كردوفان البيموتو سودانيين المستفيد منو من الحرب دي يجب وقف هذه الحرب فورا كويس يا برهان وقف الطيران بتاعك ده إذا ما قادر أطلع يستغيل يا أخي كويس أطلع يستغيل الآن كويس وقف الطيران ده قاعد تكتل في المواطنين أنت ما قاعد تصيب في الأهداف ده قاعد تكتل المواطنين كويس قاعد تكتل المواطنين الجيش سوداني والدعم السريع سوداني الجندي بتاع الدعم السريع سوداني وبشر والدعم الجندي بتاع الجيش سوداني وبشر خلاص الضابط بتاع الجيش سوداني وبشر الضابط بتاع الدعم السريع سوداني وبشر يبقى لا يجوز يا اخواننا نحن بشر نحن سودانيين في امتاق نقعد نتقاتل فيما بعضنا البعض لا يمكن يا اخواننا لا يمكن ابدا نحن قعد نتقاتل ليه نموت خلاص ليه انا بقول الكلام ده ويمكن يكون ثمن التصفيتي بالمناسبة لكن الحق يقال ولو على بارقة السيف لمن كان البشير قاعد ما اخفنا ويتكلمنا كويس الان احنا بنتكلم بلدنا بتمر باصعب مرحلة تكاد تكون خلاص يعني الان في اسوأ مرحلة تكاد تكون نحن الان وكل يوم اشاعات وكذب اسمع الكلام ده من تلقى خبر يقول لك مصدر عسكري اعرف ده ليه ومتقاعد من المحللين اللي بيجيبون في الغنوات ده قاعد هناك بس قالوا لك كده وطوال باشرطا نشر الكلام ده فيه انتا طوال باشرطا تلقى هنا الغنوات مصدر عسكري المصدر ده منه ده المصدر ده بكون نقيب رايد ملازمول عقيد لواء فريق فيه انتا بيكون قاعد بس بيقلف حياة من رأسه صحيح بقول لهم الان كده كده ما ممكن الجنوب يقول دارين وساطة البرهان يطلع بنفسه قاعد عام يقول موافق او يوافق على الوساطة يرد يطلع يقول لك مصدر عسكري يرفض المصدر دمنه ديلا القاعدين تستطيفون من المحللين ولا ديلا المنوء اللي بيججوا في نار الحرب ديلا كلهم واحد فيهم دار السلام ما في كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا ذو الجلال والاكرام امانا ربي امان اللهم انت السلام ونسألك السلام الليلة المعركة بتعجب الاولي يستشهد الناس كتار ماتوا دع حامة مواطنين جيش ماتوا الليلة كويس في النهاية القوات يعني انا ما دار انصر طرف على الاخر عشان تقولوا بعدين انا منحازل كده لا انا بتكلم عن حقائق معينة حاصلة كويس القاعد يحصل في الميديا ده كيزيب يا اخواننا في ام درمان ما في سيطرة الا على رئاسة الاركان الجنب الكبري ورئاسة وسلاح المهندسين وزاته بيك تحولوا في عربات دعم سريع كويس فيبقى عشان تكون الحقيقة قصة الدفاع الجوي اللافة في الفيزي كطبة خلاص كطبة ما كده نحن دارين الحقائق اغلب البيكتبو مجندام السخبارات الجيش اغلب البيكتبو منشورات تلقوا كل دقيقة رافع لك منشور عاجل الان السعودية تعلن التدخل ميدانيا مع القوات المسلحة وكده كويس يعني لو حصلوا ما في كلام زي ده اصلا ده كلام انت تتخيلده زي في امتى اوك رسول لك قال لك اكتبو اغلب البيكتبو دي الاولاد بنات دي التابعين للسخبارات الجيش مجندام انهم اطلعوا يقولوا الكلام ده الكلام ده ما في مصلحة المواطن في امتى اغلب البيكتبو الكلام ده ما في مصلحة المواطن لا للحرب ربنا يرحم كل شهيد ربنا يرحم كل شهيد ربنا يتقبل كل شهيد ويجبر فؤاد وقلب كل اسرة فقدت زول خلاص يعني الناس الطيران بيجي بيدربهم بيجي البرهان بيقولانا بيقول لا انا ما ضربتهم يا زول بتستخدم السخوافي في المواطنين ما لك يا اخ بتستخدموا مالك يا اخي بتستخدم الطيرات في بيوت الناس مالك يا اخ يخدموا اسلوب بتاع قائد يا اخ يحرام عليك يا اخ يا اخوان الحرب دي الفائز فيها خسران الحرب دي الفائز فيها خسران الحرب دي الفائز فيها خسران ما في زول ناجح في حرب ما اسمعنا لينا زول قتل ابن وطن ونجح يجب ان تتوقف هذه الحرب فورا فالرسالة لمحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع اوقف الحرب بسرعة الرسالة لأี่ عبد الفتاح البورغان القائد العام للقوات المسلحة أوقف الحرب و评t تقول أنه بتضرب المعسكرات بتاعت الدعم السريع في الوقت اللي فيه هو الدعم الفضية وبنتذريك تي بتضرب المواطنين يخي سينيبهم شنو المواطنين تحريد قلبهم يا أخ يخي سينيبهم شنو المستشفيات تحريد قلب الناس لأنه يتكتلوا الناس يا أخ نفسها Arena نفسها حصل في دارفور سلاح الطيران كان بضرب المواطنين برضو سلاح الطيران كان يضرب المواطنين برضو مع اسكر كلمة ده القنابلة الحنقودية دي ألغيت بشنو في إمتى لو الليلة ده الدعم السريع لو كنت الجيد نيبها أجمل لكن الدعم ما عنده طيارات عشان يضرب ده الجيش اللي قاعد يضرب الناس بالطيارات ده الجيش اللي قاعد يضرب وما تسمع تاني للمرة الألف أغلب الأخبار اللي بيجيبوها دي أخبار مشتولة بيضربوا ليم لمقدم عاطل ولا عقيد عاطل كويس بيقعد يديهم كلام يألفوا من رأسه بكون نحسان وده بيصدقوه في إمتى مصدر عسكري طوال يعرفين الحكاية فيها لعب على أي حال أيها السادة أنا لا أريد أن أطيل الله يوقف هذه الحرب اللهم اطفئ نور هذه الحرب الحرب ما فيها نور اللهم اطفئ نار هذه الحرب اللهم هذا هو الفعل الذي تكفلت أنت بإطفائه وبفعله وقلت كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله لذلك كنت بقول لكم زمان الناس ما تقول البلد تكتم وشفت الناس أكتر منظر مؤلم غير الموت تشوف الناس والهلح في نفوسها وراك بالعربات مغادرة رغم أن الحياة بدأت تعود لطبيعة وإي حياة لكن تحس الإحساس ده حر حر في بين وطنك أو غيرهم ربنا يتقبل كل الشهداء ربنا يعافي كل المصابين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يكون معنا اللهم ارفع عنا هذا البلاء كويس بما كسبت أيدينا كشعب أيضا لكن برضو ربنا يرفع عنا هذا البلاء ربنا يرفع عنا هذا البلاء ونتمنى من الطرفين إيقاف الحرب فورا إيقاف الحرب فورا كويس المضرر المواطن الميت المواطن المكتول المواطن خلاص عادي ممكن يطلع عليك ضابط هو الآن قاعد جوا السلاح الطبي ما قادر إمرق منه سنتيمتر واحد يطلع عليك في لايف يقعد يقول لك انحنا الآن وانحنا كده يتطلع من السلاح الطبي ما تكتل أولاد الناس حرام عليك ما تكذب بعدين أنت زول كبير جدا في العمر ما تكذب يا أخ في إمتى ما تكذب يا أخ خلي الكذب يا أخ في إمتى عميد في الجيش دي زول عشان صلاة في إمتى هو المقدم بقودة الألف كانوا بقول ليلة جرار العقيد من تعقد له الراية والعميد كبير القوم واللواء مركز العالم في إمتى والفريق هو القطعة إيه تزول عميد بيتطلع تكذب للناس تبقى زيك وزي أجل ناشط في إمتى من النشط تزاد المعارب نحية تطلع تبقى زي يوم يخي تقيي أخجل يا أخ كويس أخجل لكن لك 11 يوم أنت قاعد في السلاح الطبي ما قادر تمرق منه ما قادر تمرق منه لأنه عارف أنه يلا يا أخواننا ده كل ما ينفع يا أخواننا أمانا ربي أمان سلاما ربي سلام لغاية الآن أغلب الانتصارات المحققة هي ضد الجيش ما مع لغات المسلحة مع الدعم السريع للحقيقة وللأمانة الباجير ومتحرك مروي وحتى متحرك الليلة بشكل كبير وغايته متحركات كثيرة لكن يا جماعة أوقفوا الحرب دي موتوا فيها أولاد ناس يا ناس وفي بعض المشاطات أطلقوا شايف برضو مبادرات بتاعت الناس اللي بيسافروا بر السودان والبيهاجروا وكده إنه يشوفوا ليهم دي مبادرة طيبة جدا وبرضو رجال الأعمال اللي اتبرعوا بالحكاية دي وبدوا بالمناسبة ربنا نجيزيهم خير الجزاء يا أخواننا بالمناسبة ده كلام كبير ده كلام ويا ريت يعني تخشوا عليهم فحلا في صفحاتهم رجال الأعمال الليل اتتابعوهم شوفوهم والدار سافر وكده أفضل مما تتأكل قلوشك ساي وإننا نسأل الله السلام وإن شاء الله بإذن الله سلام إن شاء الله سلام إن شاء الله سلام إن شاء الله سلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين تحية وسلاما